موسيقى من اجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر وفتح افاق جديدة للتنمية وامتداد العمران على مستوى الجمهورية جاءت توجهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الطرق وانشاء طرق جديدة ومحاور تربط كافة انحاء الجمهورية وذلك بعد ان اصبحت الزيادة السكانية تمثل اكبر تحدي واجه الدولة المصرية وبعد ان تحولت الطرق في المدن الى جراجات لا تستوعب حجم الحركة المرورية لذا قامت الدولة في الفترة الاخيرة بتنفيذ شبكة طرق ومحاور قومية تربط مناطق التنمية الواعدة داخل وزارة الاسكان تم تنفيذ 360 مشروع باجمال اطول 5750 كيل رقم كبير جدا يعني احنا يمكن الطرق القومية لما اتكلمنا فيها كان فيها حوالي 3000 كيلو لا احنا وصلنا بس احنا كجهاز تعمير 5000 كيلو احنا طبعا لو قلنا ال5000 كيلو دول منهم طرق قومية ومنهم طرق رئيسية ومنهم طرق داخل المدن ومنهم طرق داخل الريف فيمكن انا بقول ان حجم الطرق اللي اشتغل ازا كان جهاز مركز التعمير اشتغل ال5000 كيلو دول في خلال الفترة السابقة فاكيد احنا وصلنا يمكن ويمكن في خامة رئيس الاشرار ان مش هما الطرق قومية بس لا احنا شغالين في جميع الطرق اللي داخل جمهورية مصر العربية انا مش عايز اقول حضرتك بانتهاء حياة كريمة جميع الطرق داخل جمهورية مصر العربية هيتم رفع كفائتها واعادة انشاء طرق جديدة داخل الجمهورية بالكامل المحاور والطرق الجديدة كان لها كبير الاسر في توفير الوقت والجهد وفك الازدحام وهنا على سبيل المثال محور جهان السادات الذي يربط بين وسط القاهرة والمحاور الرئيسية الطولية محور السحر ان هو بيربط القاهرة جديدة بالتجمعات بالعاصمة الادارية بوسط البلد اللي هي رمسيس والعباسية وصلاح سالم والوتوستراد المحور المشير تانطاوي مدينة نصر كلها زي محور السحر المرحلة التانية بتنزل عند شارع زاكر حسين وبالنهل التجمعات دي لمة الكل اللي جاي حضرتك من التجمعات ومن مدينة نصر ومدينة نصر أول وثاني اللي هي تنقلها بسرعة في حدود دقائتين أو ثلاث دقائق كتير قوي يبقى نفسه في العباسية أو رمسيس أو وسط البلد الكلام ده كان يستغرق منه في الأول كان حوالي مش أقل من ساعة ساعة ونص درودة نحن نتكلم في دقائق أو دقائتين بينجز المسافة دي كلها سهل المرور بشكل مش طبيعي بحيث أن اللي كان جاي من وسط البلد أو جاي من العباسية أو جاي من أحمد سعيد كان بيلف لفة كبيرة جدا علشان يقدر يروح تجمع الخامس أو يروح القاهرة الجديدة أو مدينتي أو إلى آخره حالياً هو ما بيمشيش المشاردة خالص هو بيأخذ المحور الجديد اللي بفضل الله قمنا بتنفيذه تحت إشراف جهاز تعمل الإسكان وزارة الإسكان بيقطع المشروع اللي كان بيأخذه تقريباً في ساعة ساعة ونص في عشرين ديئة المشروع ده كان مستو أنه كان بيختصر كل جاي برضو اللي هو جاي من القاهرة الجديدة و جاي من التجمع الخامس و جاي من مدينة نصر كل ده بيقدر يوصل لوسط البهد في خلال النهاردة كان الأول ساعة ساعة ونص نهاردة عشر ديئة ربع ساعة يقدر يوصل في مقر عمله ومقر شغله أي حاجة لديه في وسط البغد يقدر يوصل لها في 10 دا وربع ساعة يعني بصراحة فك أزمة جمدة جدا وفك زحمة مرورية جمدة جدا وفك الضغط عن المرور عن الطرق الأديمة اللي احنا كنا بنوش عليها كان فيه حاجات استجدناها في المشروع كان فيه شرع قنصوة هنا ما كانش فيه صرف صحي أساسا عملنا له خط صرف صحي بكامل الشرع فيه أجزاء كبيرة من شرع التيران في منشية ناصر ما كانش فيها خطوط صرف صحي تعامل فيها خطوط صرف صحي جديدة اسعاد وراحة المواطنين هدف سعت إلى تحقيقه الدولة وبدى واقعا ملموسا يفخر به المواطن المصري اللي شفت وده معنايا اللي فيه مشاكل كتير تحلت والزحمة كلها تحلت بالنسبة لجميع الطرق ودلوقتي الدائرية حتى ان تجد تطلعها دلوقتي بقى فيه تسهل جامد بالنسبة للدائرية راح اكتوبر وهنا كبر الفردوس ماشي بقى فيه تسهيل جامد والمرحلة دي مرحلة كويسة وممتازة طبعا المحور ده كان ليه فائدة جامدة جدا بالنسبة لسكان التجمع لانه ربط ما بين التجمع وما بين وسط البلد وطبعا سهل جدا جدا ان احنا ازاي نوصل من التجمع لوسط البلد فطبعا ده كانت حاجة جميلة جدا علاوة على ان حاجات كتيرة اوي غير المحور دوت محور كتيرة جدا موجودة في القرارة تعملت فعلا كان ليها دور فعال في ان هي تعمل توسيعها شوية في البلد تحل الزحم ده يتفك شوية اللي احنا كنا فيه بصراحة الطرق اللي انا شايفاها هو وعد ونفذ وعد فبشكره وطرابلو تعصيم سلام للسيسي بجد لانه حاجة مشرفة يعني حاجة شبه اوروبا لكن اللي كنت الطريق بتروحوا في صلاح سلم ساعة المص عشان توصل وسط البلد انت بقيت وتخش بخمستاشر بالظبط بيحسب عندي عن نفجاشن خمستاشر سبعتاشر دقيعة حتى في الزحمة وبعدين وفرت كتير هو طبعا جوه وسط البلد زحمة ده طبيعي مش هيقدر يعمل في حاجة بس انت اصرت المسافة يعني طريق صلاح سالم انت بدلته بطريق اسهل واسرع واوسع بس بصراحة الشعب لازم يساعد بس الحكومة لوحدها ما بتساعد شو عمره ما كان بلد يعني حكومتها تعمل لازم الشعب يكون معا ده اللي نعرفه احترم القوانين احترم المرور في حاجة لازم تتزفر ويأتي حاليا الدور على تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات في الريف المصرية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة احمد ابو الحسن انيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر